موسيقى 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 أهلا بكم طلاب العذاب Primary 6 في حلقة جديدة من دروس المادي اليوم سنبدأ بجونة 1 ريسول 1 ريشيو ماذا كلمة ريشيو نرى بعض ريشيو ريشيو أيضا وفي ريشيو معي أفضل ريشيو من خلال الفي دفنالي راعتم بفيني راعتم بفيني راعتم بفيني راعتمين لديه الاسم ليه انا كتب لطول الفنيشان دول عشان الخاطر ممكن يجيدي الدفنيشان ده او يجيدي الدفنيشان ده طيب انا مغاية دلوقتي مفهمتش عن ايه ريشو تعال كده يشوف الاكزامبل بيقولي ده ايه بيقولي how many basket balls two footballs are there يعني انا هنا مديك باسكتبول ومديك footballs وعاوز اعرف how many basket balls two footballs الباسكتبول هنا هلاقي one two three four يبقى انا عندي four basket balls يبقى انا عندي four two six يبقى هنا فهنا how many basket balls two footballs هاقول four two six يبقى هنا four two six ممكن نعمل four two six بي الفورم دي اللي هي بالفورم تاكد الفرقشن فاقول four over six هيا دي ريشو يبقى ريشو اننا بعمل comparing between two quantities بس الفورم نخلي بنا أن الـ 4 دي هي الـ 1st term الـ 1st term والـ 6 هي الـ 2nd term الـ 1st term دي has another name another name بتاعها اسمه Antecedent والـ 2nd term هو الـ Consequent الـ Consequent وانا مستر محتاج أعرف الـ الـ Antecedent الـ Antecedent الـ Consequent طيب ليه عشان ممكن يجب لي complete هي الـ 4 over 6 الـ Antecedent in this ratio هي الـ الاذا عارف اني هنا الـ Antecedent هو الـ 4 واني لم يقول لي الـ Consequent فيين هؤلو الـ 6 يبقى الـ Antecedent هو الـ 1st term والـ 2nd term هو الـ Consequent وكي طيب الـ Ratio between 2 لا بيكتر او فيه الـ Examination يقول لك ratio between two numbers هاي بقى هاي بقى equals what وراعمل لي فراكشة كده وعمل لي سبايس هنا وعمل لي سبايس هنا فاقول له هنا الـ 1st term و هنا الـ 2nd term ألا تريد أن يكون مواجهة سبب عارف بعض الفرس والعوداء حين يكون الساكنة بأن العشب المغرب المغرب職 الساكنه سبب عارف ويكون مواجهة سبب عارف يمكن أن أعطي المغرب من المغرب المغرب من المغرب ويكون أدفع نعمل بأن الشهystem المغرب سبب عارف ويكون أدفع الصغير بأن المغرب كل الافرس هذه الراتعي في راتعي في جانب و تبعا نبلي سمبل بكي ديمل بكي إيجاد في راتعي في نزل كي بي 2 whole numbers يعني كل التو ترميز بطوحي في رشو لازم يكون whole number ما ينفعش يكونو decimal fraction okay طيب 1 for property and comparing the two quantities of the same type to from to form the ratio between them they must have the same unit يعني يعني لما نيجي نعمل comparing between quantities to quantities لازم يكونو عندهم same unit يعني ببساطة كده لما اقولك بعمل comparing between kilometer يبقى لازم kilometer في second term meter يبقى meter for second term hour يبقى hour day يبقى day ما ينفعش اقول لي day ومعها hour كده يبقى different unit لازم تكون القواندات التعتي تكون the same unit تمام طيب عندي notes very 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 important in notes to describe the ratio between the side length of equilateral triangle and its parameter equals one two three وخلي بقى لك عاوز اقول point هنا مهم جدا يقول لكم انهار الاول النوت ديب معاك وتاني the ratio between the side length of equilateral triangle يبقى امين الفرس ترم هو ال side length and its parameter يبقى دا الساكن ترم تمام طب ليه انت بتقولي دا عشان هو ممكن يعكسها يجب يبقى يبقى the converse title ازاي يقولي the ratio between the parameter of equilateral triangle and its side length هنا مش هكتب one to three هكتب three to one اوكي خلي بقى لك الpoint دي انا احفظ النوت دي انا احفظ النوت دي لهم الفايف نوت بس وانا بعمل solving اخلي بالي مين الفرس ترم ومين الساكن ترم الساكن نوت the ratio between the side length of the square or rhombus لانا ال square rhombus and sides that are equal and its parameter هتبقى one to four او برضا خلي بايني لو قابلي الفرس ترم هو ال parameter of the square وي الساكن ترم الساكن لانا ال side length يبقى four to one اوكي طيب طيب نمبر ثري the ratio between two side length of the square or rhombus equals one to one وانا ال sides equal يبقى هنا one to one اونا عملتو five five هتبقى equals one to one طيب نمبر فور the ratio between the diameter length of circle and its circumference هتبقى equal one to buy one to buy طبعا ده الاكسبلين بتاعها انا مش محتاج عرف الاكسبلين انا محتاج تبقى عارف النوت بس هي one to buy وخلي بي اني ممكن تجيري بي الفورم دي هتبقى seven two twenty two اذا دي جات منين يا مستر قال لي ما هيل باي هي equal twenty two over seven فلما عمل one two twenty two over seven هتبقى seven to twenty two اوكي طيب نمبر فايف the ratio between the radius length of circle and its circumference هتبقى one to two buy وبردو خلي بالي اني ممكن تجيري فلو تشوز هي equal seven to forty four وبردو باكد تاني باشوف مين الفورس ترم ومين الساكن ترم اي واحدة فيهم بيعكسها فباعكس ال ratio بتاعيته النوت دي very 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 important انا باكد تاني النوت دي very important احفاظها يا شباب اوكي تمام تمام تعال انا بقى نشوف الاكويفلنت ratio انا هنا بعمل simplify انا عندي four to six اي ratio لازم عملها simplify لازم تكون بسمبلست form فانا هنا four to six عشان اقعد اعمل simplify فبعمل divide يبقى ال four with six we can divide it by two تمام يبقى ال four divided by two equals two وال six divided by two equals three لما كعمل divided بعمل divided by number in two terms يعني ال two terms يكونوا by the same number ما كيش عمل هنا في first term divided by two وال second term divided by three تمام طب تعالا نشوف اكزامبل كمان 48 و 18 سمعتوكم وقلكوا قولتولي six عشان 48 we can divide by six و 18 we can divide by six تمام طب انا مش حافظ table six فممكن نعمل divide by two طب ليه لان ده even number وده even number يبقى هنا محتاج اراجع على time table محتاج اراجع على time table يا شباب يبقى ال four to eight divided by two تبقى equal twenty four و 18 divided by two تبقى equals nine طبعا نقدر نعمل divide by three 24 divided by three equals eight و 9 divided by three equals three طبعا كنا ممكن على طول نعمل divide by six هتطلع لي نفس الانصر بتاعتي هي ال assemblist form اوكي عرفت ان انها assemblies form لان ال eight divisible by two و four و three divisible by three only عشان ده prime number فهنا مفيش common divided اوكي تماما تعالا نشوف next example 30 و 20 اسهل حاجة على طول لما يجيلك two terms يكون فيهم zero cancel zero و zero اللي يبقى نعمل divide by ten فهنا تبقى equal three to two اوكي تماما three with two the prime with the prime يعني divisible by itself and one يبقى اده كده assemblies form تاعتي تماما طيب two thousand eight hundred three thousand five hundred هنا فيه two zeros وهنا فيه two zeros وهنا فيه zero يبقى we can divide by hundred اللي احنا بنو عليها نعمل لكانسل zeros اوكي ايما هنا 28 و 35 نعمل divide by seven very good ايما 28 divided by seven equals four و 35 divided by seven equals five تماما تعالا نعمل سميل فائتين بيقول لي هنا zero point four و zero point sixteen عاوزين نعمل السميل فورم تاعتنا طيب قادي هنا دسمال نوبر وهنا دسمال نوبر نعمل ايام ستاعت قادي الاول دسمال بوين هنا after one digit يعني هنعمل time is ten عشان اكانسل الدسمال بوينت بتاعتي وينه دسمال بوينت after two digit يعني هعمل time is hundred ليه؟ عشان فيه two digit طب مستر انت كده عملك في two terms times by different numbers طب نعمل ايه؟ انا عاوز by the same number فانا هنا هعمل ان انا هاخد the greatest number اليمين الهندرد يبقى انا هعمل time is hundred في ال two terms يبقى 0.4 times 100 تبقى it will be 40 وال 0.16 times 100 تبقى it will be 16 تمام؟ هاعمل divided by two by four by eight كل ده ينفع معاه فانا ااخد من ال eight يبقى ناخد divided the greatest number يبقى هنا divided by eight يبقى هنا تبقى five two two time نحن نشوف example كمان two point four و four point eight نسترد هنا decimal و decimal تمام؟ طب نعمل ايه؟ نعمل time is ten و time is ten لان هنا decimal point after one digit و decimal point for second term after one digit تمام؟ يبقى 24 to 48 لقد نعمل divided by two good four good six good eight good كل دول ينفع مين انا اخده؟ ال eight لما عمل 24 divide by eight it will be three و 48 divide by eight it will be six كم نقدر نعمل divide by eight اه divide by three اتبقى ايه معايا one two two جميل مستر مستعز اقولك حاجة انا في ال table بتاعي مش قدي كده خليك معايا للاخد تعالا نشوف تاني one point four و forty two ادا ده decimal number و ده whole number نعمل ايه؟ اللي عادي لازم اخلص من دسم point الأول فهنا one point four اللي نعمل times ten بس if one term لا في ال two terms ادا يعني ديتبقى هنا fourteen to four hundred twenty ايوة تمام لعد كده نعمل divided by ايوة سمعتك divide by seven 14 divided by seven it will be two و 60 40 to 420 divided by seven it will be 60 طب دي سمعت form لا نقدر نعمل divided by two تاني يبقى it will be one two thirty لا مستطر بجد انا مستطع على الموضوع ده صعب قوي اللي انا اعمل divided و اعمل times صعب قوي طب تعال نشوف اكزامبل كمان و اقولك حيلا هنعمل ايه؟ two point three و five hundred seventy five هنا decimal point after one digit هنا decimal point after two digit يعني هنا اعمل times ten وهنا 100 لا هنختار 100 يبقى time is 100 ماشي انا دي في متاع يبقى هنا two hundred thirty وهنا five hundred seventy five يالا هو يا مستر ده النمبرز بقت bigger قوي صعب قوي لانا هعملها divided by z اللي بسيط بص على ال units هنا هنا ال units a zero وهنا ال units a five يبقى دول divisible by five تمام؟ هيبقى equal معايا mister forty six to one hundred fifty طب مستر دي كده ولا فيه divide التاني ولو فيه divide التاني divide by cam انا مش عارف قال لي بص هنا divide by cam two and three ايه ده؟ لا 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 دي جبتها منين دي بنعملها ازاي؟ قال لي حيلا بقى نقول الحل بتاعنا ايه هو؟ الكالكليتور بتاعتي بص يا سيدي الكالكليتور بتاعتي بتقول لي ايه؟ انت كود اللي هتعمله هتمسك دول تعملهم كالكليتور بجد؟ قال لي يعني نكتب كده zero point four وال two يعني divided zero point sixteen هيديك five to two ايه ده؟ ده الداني على طوب من غير اي steps اه طب في واحدة هيسألني دلوقتي حالة مستر طب هو لو طلب من ال steps مش هيطلبها ازاي مش هيطلبها مستر؟ لان هي بديلي فانا مش محتاجة تتعب نفسك من انت تعمل ودفايدد 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 لفايدد لما توصل ل السامبل استفورم انا محتاج مين؟ السامبل استفورم على طول في أنا عاوز تمام؟ طب تعال كده نشوف واحدة كمان اللي هي كانت بتاعت twenty three ادي two point three divided by five point seventy five ادي يا مستر وهنعمل equal يبقى تدعلي معايا two two five يا طرى تلعب two two five؟ ايوه تمام حلوة اوي انا هنا في simplify انا مش محتاجك تعمل انا محتاجك تبع عارف ازاي هتعمل divide اوكي؟ انما الانسر بتاعتك حتى بالكالكولاتور على طول طيب يمين تعال بقى مستر هنا ايه دا؟ the decimal with fraction او mixed number ممكن نشرحها الاول تمام؟ add zero point of 84 هعملها تبقى as eighty four over hundred والmixed number عملت له convert the improver fraction يعني عملت 9 multiply 2 18 83 تبقى 21 تبقى 21 over 9 بعد كده اللي نعمل حق اسمها cross multiplication little scissors اعمل 9 times 84 وال100 times 21 او هعمل times 900 lower times denominators حتى نخلص بال denominators هيتلع معي مستر 756 to 2100 شوفت بقى الموضوع صعب ازاي؟ بقت رخمة وهنرجع نعمل divided ونرجع نطلع الانسر ونعمل divided نطلع الانسر نعمل divided نطلع الانسر ايه ده؟ ده موضوع صعب قوي انما لو انا مسرقت الكالكريتور بتاعتي كده هالمسموح؟ طبعا تعالا نعمل كده mister zero point eighty four divided المixed number بعمل click على shift و click على fraction shift وبعدين fraction واعمل two وبالارس دي فعمل move to right واعمل three over nine كده يا مستر واعمل equal طلع الانسر nine to twenty five للاست انسر بتاعتي طبعا الموضوع صعب قوي مستر تعالا كده نشوف example كمان وهنرجع بالكالكريتور باعلى طول ادي ده يا مستر mixed number و mixed number ادي يا مستر كده هعمل shift fraction واعمل one وهنا two over three واعمل هنا two يعني divided واعمل mixed number كمان تاني وهنا two and half ادي one over two اوكي واعمل equal طلعي يا مستر two to three تعالا بقى نشوف الانسر هنا هتطلع ب two to three ولا لا ايبا تمام بساطة جدا ان احنا هنعمل ايه by using calculator احنا فهمنا ازاي بنعمل steps بس انا محتاجك في اي موضل في اي examination بالايه بالكالكليتور على طول تمام two compare two quantities using ratio they must have the same unit و ده اللي احنا قلنا عليه عشان كده انا محتاجكي بحافظ إليه الconvert between fleet units يعني ال키وبك متر لما عمل الconvert من gegenüber للعكس بقى، هنعمل إيه؟ تمام؟ كم ومتر ودقال منيل متر ومتر ومتر منيل متر ا Vsd منيل متر ومتر فمتر لتقال منيل متر تمام؟ تمام؟ نخلي بقنا اني لو انا اوز اعمل من المتر للسنتيمتر على طول يبين تاني وتاني مش تقولي توني ايوه تقولي هندرد تمام؟ اوكي لو من متر تو مليمتر يبقى يا مستر تايم الثاوزند اوكي فئة تاني الفيارة تانية كيلو متر سكوير متر سكوير سنتيمتر سكوير مليمتر سكوير تعطيك و fueron عن متر طول مليمتر سكوير متر سكوير سكوير تبقى 0 مليمتر سكوير متر سكويرzione دي سيمتر سكوير تو كيلو متر سكوير سانتيمتر سكوير تانية مليمتر سكوير بعد 100 و لاي adelose عمل كونورس برضو العكس اوكي طيب فيبا عاندي جودة جديدة محتاجه معرفها اللي هي بتاحت ايجر كلو Lag اللي هي الأراضي الزراعية. في عندي فدان وي سهم وقرات. فدان وي سهم وقرات. من فدان إلى كيرات x 24 من فدان إلى سهم x 24 يبقى فدان كيرات سهم فدان كيرات سهم محتاج تبقى حافظوا حسنا؟ تمام أنا هنا بيقول لي أو حد يقول لي عشان هنا فيه لا، ليه؟ انظر براحة واحدة ليه يا مستر؟ لأن اليونتس الأول آه تمام، يعني لازم تكون الأول اليونتس بتاعت دي تمام؟ يبقى أنا هنا هاخد مين؟ أعلي اللي انت عاوزه، عاوز تعمل من سنتيمتر للمتر ما فيش مشكلة عاوز تعمل من ميتر للمتر ما فيش مشكلة أنا بحب إيه؟ بحب دايما ان انا عمل من المتر للمتر يبقى هنا المتر، هعمله هاندرد، فلما عمل هاندرد، بقت هنا 50 وهنا 150 لا استنى مستر، وانت عملت هاندرد في الثلائر، لا انا عملت هاندرد هنا بس بس ده عكس كلامك في الاول انا كنت بعمل عشان اخلص من فكنت لعمل في انما هنا بعمل كونفيرت لون يونت فعمل كونفيرت لدي بس هي دي اللي عملها بس انما ده عمله دروب اوكي يبقى هنا ففتي وهنا وان هندرد ففتي تمام بعد كده بالكالكلياتور باب تحتى و sparنجم و الث pays يوزيوجي دي قى هال ايدي مستر Mmm 2 ligario اوكي لم نال شرمي اوكي شباب اوكي خفرج الس واضح ايدي مستر افضل هنا انا اشخحنا example كمان رائحائم ويهنا ا Joan باشه الامر ان véhicلرو بكرو وواجه ليس صعرا اناApp يوزي انا وبالكي اللي نعمل convert لمين ايوه للكيلو جرام عشان دي ال greatest unit طب الكيلو جرام اللي time is one thousand دي بس اللي انا عملها times يبقى 350 عملها drop وال zero point five عملها times one thousand or five hundred تمام يبقى 350 و هنا five hundred تمام ها عمل 350 divided 500 equals هتبقى seven to ten يبقى انا كده عملت اسمبلفاي بتاعتي اوكي يا شباب كده تمام عرفنا ازاي بنعمل convert اسمبلفاي ل two units طب تعال نشوف اكزامبل كمان ادي two days for seven hours من ال greatest unit ايوه اسمعتك اللي بتقولي ال hours اقول لك لا ليه يا مستر عشان انا بشوف ال number انا بشوف اليونت بس يعني ال day ولا ال hour هتقولي ال day تمام يبقى هنا day how many hour in one day 24 يبقى هنا عمل time 24 يبقى two times 24 48 وال7 عملها drop 48 to seven طب هي 48 to seven يا مستر نقدر نعملها السمبلفاي لا مقدرش عملها السمبلفاي تمام يبقى هنا نعملها السمبلفاي لان 48 نعملها السمبلفاي طيب تعال نشوف اكزامبل كمان 2 كرات و 18 سهم اه طب هنا الكرات ولا السهم لا الكرات هو greater than تمام طب الكرات في how many سهم الكرات اللي في 24 يبقى times 24 يبقى 2 times 24 48 و 18 طب ال 48 وال 18 اللي نقدر نعملوه بالdivider by six هتبقى equals يا مستر 8 to 3 ونقدر نعملها بالكالكرياتور اوكي تمام تعال نعملها فهو كل شغل في ريشو عبارة عن السمبلفاي لا طبعا ممكن يجري السيء سيء بصري ستوري زي problem الوديودة او أجل تعمل حتنا 1200 مسترطات إذا ستعمل حتنا أجل حتنا места مسترطات 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 2 ساعة P ratio between number of failure pupils and the total number third ratio between successful pupils and failure pupils and here I'm the school or has 1,200 pupils that total without so that total because the school 1150 that I'm a boss then a cool the man you may have see a trailer but let's double calculate the mean in our and failure it has a number of failure and having Mike in 1,200 why is it 1,150 I have and the 50 failure okay the whole house ratio between in between successful and total to have a ratio يعني تعمل two dots كده the successful add the successful will total add the total تمام the successful where is the successful successful lower 1,150 add the 1,150 will total total 1,200 تمام وبعدين تعمل simplify بالcalculator يبقى هنا يا مستر انا عملت successful to total قتبت ratio بتاعتي 1,150 to 1,200 بعد كده عملت the simplest form هتبقى 23 to 24 بس كده ايوا بس كده ايوا بس كده تعال نشوف B بيقولي ratio هنعمل نفس step ratio between failure and total تمام لانه قال لي failure and total معكس همش انا بقى وقالت failure و total عمله total و failure لأ الفائلر 50 وال1200 هعمل هعمل simplify بالcalculator هيبقى 1 to 24 طب last one انا عاوز ratio between successful و failure قال لي successful هعملها والفائلر ده second term successful 1150 والفائلر 150 هيتلا معايا معايا مستر ايوا الرشي بتاعتي هتبقى 23 to 1 اوك يا شباب طيب تعال كده نشوف example تاني مع بعض believe the monthly salary of an employee is 2500 pounds he spends 2000 pounds and saves the rest find first one the ratio of his expenditure to his salary number two the ratio of his saving to his expenditure number three the three the ratio of his saving to his salary انا هنا عندي المنثري salary of employee 2500 pounds يعني المنظر الداب يبقى 2500 pounds he spends 2000 pounds يبقى كده بيعمل rest في left hand في remainder يبقى هنا هنعمل اول حاجة left rest and saves تاته اللي هي 2500 minus 2000 هتبقى 8500 تماما بعد كده بدأ اجيب بقى ratio بتاعتي هو بقى ratio of his expenditure to his salary يبقى نعمل ratio between expenditure و salary او expend و salary الExpend يبدأ هنا ثم يبقى2,000 و سالره 2500 قد ذكر انا هامل simplify by using calculator هتبقى معائه 4 to 5 اوكي نعمل number two اعلى يوز the ratio of his saving to his expenditure انا هامل ratio between الSave و الExpend الSave 500 و الExpend 2000 لما عملهم simplify by using calculator سيكون 1 إلى 4 الثالثة ما هو راتيوه ساعة 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 وعشان كده خدنا كده خدنا خدنا كمان ازاي بنعمل وزاود وعرفنا كمان شوية نوتس مهمة جدا 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 ان شاء الله هتلاقي شيف موجود فيه اول تعليق تقدر تحمله هيكون فيه موجود كل اللي احنا كنا لدينا فيه في السيشن النهاردة بلاس انه كمان هيكون فيه هومورك اكسرسايز تقدر تحلها. اتمنى لو عجبك الفيديو بس انسى اشترك في القناة وتفعل الجرس ولايك وشير وتسيب كومنت في التعليم. اشوفكم في حلقة جديدة good bye and good luck. اشتركوا في القناة